طلعا طالباتنا السلام عليكم وإن شاء الله تكونوا تمام سؤالة القلب وصلنا إياكم اليوم إن شاء الله بدرس جديد من دروس الفصل الرابع فصل التكوين الجنيني واللي إن شاء الله حنتناول بموضوع الآراء والنظريات عن التكوين الجنيني طلعا قبل لا أدخل بهذا الموضوع خلي أمهد لك الموضوع أو أوضح لك سالفة أنه حاليا كل الدارسين والباحثين وطلاب العلم يعرفون أن التكوين الجنيني أساسه هو خلية واحدة اللي هي البيضة المخصبة تتحول تدريجيا إلى كائن معقد متعدد الخلايا شبيه بأبويه هاي نظريه هذا تعريف التكوين الجنيني أو النماء أنه ده يتكون عندنا كائن جديد شبيه بأبويه من بيضة المخصبة داخل هاي البيضة المخصبة أكو نواد داخل النواد أكو كروموسوم داخل الكروموسوم أكو كروماتيد داخل الكروماتيد أكو DNA داخل الـ DNA أكو قطع نسميها الجينات داخل هاي الجينات أكو شفرات وراثية أو معلومات وراثية راح تخلي البيضة تمر مراحل اللي هي مراحل التكوين الجنيني وتحول البيض المقصبة اللي هي خلية واحدة الى كائن معقد عديد الخلايا شبيه بأبوي هاي كل بساطة خلاصة عملية التكوين الجنين لكن هل هاي الدراسة اللي هساني وانت كلتنا نعرفها والدارغسين والباحثين وطلاب العلم يعرفون ان تكوين الجنين هاي الصيغة دي يصير هل هذا الشي جاهد مباشرة هل هاي الدراسة اكتشفها الانسان مباشرة من اول مرة من اول محاولة لا سبقت هاي الدراسة اللي هسا ذكرتها اللي هاي دراسة التكوين الجنين هاي حقيقة هسا اوكي العلم ثبتها لكن هل مباشرة ثبتها هل مباشرة الانسان اكتشفها مباشرة لا اكو كثير نظريات واقتراحات ودراسات وتجارب وابحاث سبقت هاي الدراسة اللي هسا ذكرتها يعني ما مباشرة احنا اكتشفنا هاي الحقيقة العلمية لا سبقتها كثير آراء ونظريات وأبحاث وتجارب للعلماء فبدأت اليوم رح نجي نتعرف على هاي الآراء والنظريات اللي صارت عن التكوين الجنيني أو اللي تخصت التكوين الجنيني من بعض العلماء واضحة طلاب افتهمنا هسا أنه احنا نعرف شنو التكوين الجنيني نعرف هاي الحقيقة العلمية لكن اللي اريد اوصلكم هو أنه مو مباشرة نحن عرفنا هاي الحقيقة لا اكو كثير آراء ونظريات سبقة هاي الدراسة شنو هي نظريات والآراء فسنحن نكتشف ان شاء الله بدارس اليوم رح نكتشف البعض من عندها الاساسية الشائعة فسنقدر نقول بسم الله الرحمن الرحيم قلبي وقعب الطحين المهم يقول لقد شغل موضوع التكوين الجنيني للفرد أذهان العلماء والباحثين منذ أمد ليس بالقريب يعني من زمان وكان اهتمامهم ينصب حول الإجابة عن تساؤل مفاده ما هي الآدية التي تتحكم في تكوين كائن جديد شبيه بأبويه يعني شنو الشي اللي دايخلي انه كل فرد داييتكوين من تكاثر بين الذكر والأوضة جايش بها أبو وأمه نفس أبو وأمه شنو الشي اللي داييتحكم اللي دايخلي انه الفرد الجديد يطلع يشبه أبو وأمه شنو هاي السر العظيم الموجود يعني اللي وراء هذا الشي ما يعرفونه وقد عجزوا عن تفسير كثير من نقاط المفيد تكوين تشكيل الجنين لأن الخلق هو سر منه صار الوجود فعلا أنه يعني الحد صح أنه احنا عرفنا أنه التكوين الجنيني أساسه البيضة المخصبة داخل البيضة المخصبة أكو معلومات وراثي هذه المعلومات تتحول إلى مادة اللي هي الجنين أوكي بس مو مية بالمية يعني مفسرة تفسير لا أكو بعض الأمور بعد الحد الآن العلم ما قدر يفسرها لأنه إيش لأن هذا وصل من أسار الوجود وفيما يأتي إجازة للأفكار والنظريات اللي بحثت في التكوين الجنيني أسرح نشوف شنو آراء العلماء سابقا عن التكوين الجنيني نجي أول شي وين أو أولا يقول وضع الفيلسوف الإغريقي أبقراط في القرن الخامس قبل الميلاد الملاحظات الوصفية الأولى حول التكوين الجنين للدجاج يعني جاء أبقراط في القرن الخامس قبل الميلاد وخلى ملاحظات وصفية حول التكوين الجنين للدجاج ما يعني كلام يعني مجرد أنه نحن ننقل حدث ما بيفد تعمق يعني بعدها جاء وراء الفيلسوف اليوناني الذي يعد مؤسس علم الإجنة وقد وصف التكوين الجنين للدجاج ودونه شوف بالبداية أبقراط وياه أنت بس انتبه وياه أحد تحفظ الله وكلك المحافظة بجيبك المحافظة المحاضرة جاء أول شيء الفيلسوف الأغريقي أبقراط بالقرن الخامس قبل الميلاد وصف أو أنت ملاحظات وصفية أولية أو أولى حول التكوين الجنين للدجاج بس أنت ملاحظات يعني ملاحظات وصف تعتمد بالعين بالوصف يعني شون أنت تشوف شي وتوصفه نفس الحالة هو تشوفه معينه يوصف ملاحظات أولية حول التكوين الجنين للدجاج بس وصفه جاء وراء منه الفيلسوف اليوناني أرصه شو سوى أرصته طبعا اللي هو يعد مؤسس علم الإجنة وصف التكوين الجنين للدجاج بس وصفه لا ودونه العلم يدون أبقراط جاء بس وصف لا هذا جاء وصف التكوين الجنين للدجاج ودونه من هو الفيلسوف اليوناني أرصته وذكر أن أجزاء الجنين أجزاء الجنين اللي هو الصوص مال الدجاجة يعني تتشكل تباعا يعني تدريجيا من مواد البيضة لها بيضة الدجاجة وقد استنده في وصف يعني على أساس استنده بهذا الشي على العين المجرد هو بذلك أساس علم الإجنة الوصفي واضح طلب يعني أبقراط مجرد جاء ووضع ملاحظات وصفية أولى حول التكوين الجنين للدجاج جاء وراء منه الفيلسوف اليوناني أرصته جاء يسوى اللي هو يعد مؤسس علم الإجنة ووضع إيش وصف التكوين الجنين للدجاج ودونه كتبه يعني وذكر أن أجزاء الجنين تتشكل التباعا من مواد البيضة اللي هي بيضة الدجاجة يتكون الصوس بشأنه تسند على هذا الشي على العين المجرد وهو بذلك يعد وهو بذلك يستعلم اللجنة الوصفي The Secretive Imperiology طلعا هنا اللي أريد منك تحفظ لي من هاي الفقرة فراغ يجيك فراغ يقل لك وضع الفيلسوف الإغريقي فراغ في القرن الخامس الملاحظات الوصفية الأولى حول التكوين الجنين للدجاج من هو أبقراط ممكن يقول لك الفيلسوف اليوناني فراغ يوعد مسعلم الأجنة من هو أرس ممكن تشيك فراغ بعد شنو ممكن يجيني بعد ممكن يجيني تعريف علم الأجنة الوصفي ممكن يقول لك عرف علم الأجنة الوصفي شا تقول تعريف علم الأجنة الوصفي هلأ شوفك المالسة مفصل رابع تعريف علم الأجنة الوصفي شا تقول هو العلم الذي يفسر ظواهر التكوين الجنيني بالاعتماد أو الاستناد على العين المجرد فقد وصف الفيلسوف اليوناني أرسطل تكون الجين للدجاج ودونه وذكر أن أجزاء الجنين تتشكل تباعا من مواد البيضة وقد تكمل الأخير هذا ممكن يجيك تعريف ممكن انتبه عليه زين الروح ثانيا يقول لك بعد اعتماد الطريق العلمي يشوف بالبداية طلاب انتبه وشوفه كأنه يعني هي أحداث يعني هو تطور علم العلم بالبداية كان يعني مجرد اقتراحات مجرد يعني العالم مجرد يشوف شي هو يفسر مثل ما هو مقتنع يعني يعني العلم بالبداية كان عين مجرد شوي يتطور العلمي يقول لك بعد اعتماد الطريقة العلمية في تحليل الظواهر الطبيعية والحياتية يعني انه هي مو مجرد تجي تشوفها بالعين وتفسر مثل على مزاجك لا صارت اكو طريقة علمية يعني اكو بحوث اكو تجارب اكو دراسات المهم بعد اعتماد الطريقة العلمية في تحليل الظواهر الطبيعية والحياتية في القرنين السابع عشر والثامن عشر تطورت العلوم ومن ضمنها علم الأجنة يعني حال وحال علم الخلية حال وحال الهيستولوجي حال وحال يعني فيزيولوجي وإلى آخره من العلوم يقول لك فبعد اكتشاف المجهر لما اكتشاف المجهر قدم العالم ديغراف عام 1672 وصفة للحوصالات المبيت تعرفونه اكتشفوا المجهر والمجهر قوة تكبيرة قوة من العين فبدأوا يستخدموا المجهر حتى تشوفون الأشياء الصغيرة فأول شيء ديغراف وصف الحوصالات المبيضية اللي هي حويصة ديغراف درسناها بالفصل الثالث فهنا جاء فراغ في 2016 دور ثاني خارج القطر قدم العالم فراغ عام 1672 وصفة للحوصالات المبيضية من هو عفية ديغراف او ممكن يقول لك قدم العالم ديغراف عام 1672 وصفة لفراغ دولي الحوصالات المبيضية هاي الفقر على الأغلب تجيك على شكل فراغات يعني أول ثانيا تجيك على شكل فراغات غالبا يعني أصلا ما جاء بالوزارة غير فراغات لحد الآن المهم ثم شنو وصف ثم بعد ما انه ديغراف وصف الحوصالات المبيضية جاء منه فالي بنهوك اللي هو اكتشف المجهر وصفة النطفة وصفة النطفة عام ايش عام 1677 ثم قلق فتبلوة مفاهيم عين كان لها دور مهم في تقدم علم الأجنة يعني شنو بعد ما ديغراف استخدم المجهر ووصف الحوصالات المبيضية اللي تخص الأنثى فشنو فالي بنهوك صار عنده شوية تفضل قال يلا هو اشتغل على الأنثى انا حشتغل على الذكر فجاب النطفة خلاها تحت المجهر أو الساء يعني اللي خلني نقول يعني جاب يعني مو نطفة طبعا يعني ملايين النطف يعني الساء اللي يخرج من الرجل جاء خلاها تحت المجهر خلاها على تحت المجهر وعدسة وكذا فتاخذونا بالكلية فشاف النطفة فشنو وصف النطفة قال يابا ترى النطفة هي عبارة عن الرئيس عبارة عن قطعة وسطية وعبارة عن ذيل هاي احنا وصفنا النطفة النطفة بالفصل الثالثة وما وصفها فالي بنهوك وهذه طلاب واضح هاي تجعل شكل الفراغات نجي ثلاثة يقول نظرية قبل التشكيل البيفورميشن ثيوري افترض شنو يعني نظرية بعض قبل التشكيل تعريفها شرحها يعني محتوها شنو هو يقول افترض بعض مؤيدي هذه النظرية اللي هي نظرية قبل التشكيل وجود ايش جنين مصغر داخل البيضة يتعى قسم جنيني يعني البيضة قالوا انه داخل البيضة سواء بيضة الانسان او بيضة اي كان ثاني بالبيضة اكو ايش قزم جنيني قاعد بيها قزم تقاعد بيها انه هذا القزم الجنيني اجزائه تكبر عندنا التنبيه بالسأل المناو اللي يطرحوا الذكر او اللي يفرز الذكر واضح يعني انه اوكي الجنين اصلا موجود بالبيضة بس يحتاج ان النطفة تيجي تحفز انه هذا الجنين يكبر بالحجم بس طبعا هذا الشيء مو صحيح هاي طلاب هاي نظريات يعني شان يعتقدوها العلماء سابقا بزماناتهم انه هاي كان يتكون الجنين بهاي الطريقة انه هو اصلا قزم وموجود داخل البيضة ومجرد تيجي النطفة تنبيه تحريض يكبر هذا الجنين القزم موجود الجنين هذا الشيء مو صحيح يعني هاي شغلات مو صحيحة لكن بوقتهم بزمانهم كانوا يعتقدوني انه هيكي الامور مثل ما قلتلكم انه الشيء صحيح حاليا انه نطفة الذكر مع بيضة الامت صارت بيضة مخصبة داخل البيضة المخصبة اكو نوات داخل النوات اكو كروموسومات داخل الكروموسوم اكو كروماتيد داخل الكروماتيد اكو ديناي داخل الديناي اكو جينات بالجينات ما اكو معلومات يتحول البيضة المخصبة الى كائن معقد التركيب شبيه بالابوي هذا الصحيح هذا الصحيح اللي احنا نعرفه لكن هم بوقتهم ما جان يعرفون هذا الشيء فاحنا دي ناخذ اعتقاداتهم انا ذاك وسط الفكرة طلاب واصل اوكي بعد ثم يقول لكم قد تعزم ماقف هؤلاء العلماء عندما وضح العالم بونت عام 1745 قابلية بيض بعض الحشرات المن على النمو العذريا من دون اخصاب عامة التكوين العذري البرثينوجينيسس يعني انهما قالوا انه اكو قزم جنيني داخل البيضة هذا القزم الجنيني يتحول الى جنين بس انه النطفة تجي تنبه على هاي الامور بعدين انه هما شنو تأكدوا من موقفهم او قوى موقفهم من جابونيت وقال يا ابا ترى اكو حشرات المن هاي حشرات المن هذه بيضة تكبر وتصير جني حتى بدون نطفة فهذا عزز موقفهم قالوا يا ابا اذا الحج كله بالبيضة الانطفة ما لها علاقة اذا الجنين فعلا هو موجود داخل البيضة فعلا انه يكون هناك جنين داخل البيضة هذا يكبر يعني اكوفتشي داخل البيضة يكبر ويصير جنين يعني يعتقدون انه بس البيضة ليها علاقة بالموضوع بسبب انه اكتشاف العالم أنه حشرة منه اخدنا اصلا يعني نحل العسل ايضا انه يكبر بدون الخصاب بالنطفة اخدناه من هذه الفصل الثالث فلما شافوا هذا شافت عزز مقفو قالوا يا أبو والله صارح أنه كل الشغل بالبيضة لكن هذا الشيء مصحيح في حين يفترض القسم الآخر من مؤيدين أضلية قرب التشكيل أن القزم الجنيني يوجد في رأس النطفة شوف ناس تقول بالبيضة ناس تقول شوف في رأس النطفة شوف هاي النطفة رأس النطفة وهذا القطعة الوسطية وراحة ذيل قالوا يا أبو أنه القزم هذا القزم الجنيني موجود وين داخل الحيوان المنى وشوف قزم جنيني كامل هذا راسه دينه رجلينه وكامل يعني قزم جنيني كامل أنه موجود برأس النطفة هذا بعض المؤيدين نظرية قبل التشكيل يقول يا أبو هو موجود بالبيضة مجرد تجي النطفة يتحارضه ويصير جنين الناس اللي يقول لا هو موجود برأس النطفة شوفوا اختلفوا فيما بينهم أن القزم الجنيني وجد في رأس النطفة حيث زعموا أنهم شاهدوا هذا القزم داخل رأس الحيوان المنى وفعلا جابوا النطفة وكبروها أكثر بمجرد فان ليفنهوك هما شنو شافوا طلاب شافوا الجسيم الطرفي اللي موجود في النهاية الأمامية للقبعة الرأسية تعرفون النطفة بها قبعة رأسية في نهاية القبعة الرأسية أكو جسيم الطرفي اللي أخذنا تذكرهم طلاب فاعتقدوا أنه الجسيم الطرفي هو الرأس والقبعة الرأسية هي الجسم قالوا هين هي أكو قزم جنيني هو لا مو قزم جنيني شافوا جسيم الطرفي عبارهم هو قزم أو جنين زاير داخل يعني كانوا يعتقدون بعدها جاء العالم سبالنزاني قال يا أبا أن تكوين الفرد يطلب وجودها مشارجة ذكرية ولا مشارجة نتوية فعلا أنها أحسن دراسة وقتها وجاء العالم سبالنزاني قال يا أبا الله وقل لكم بالله الكريم أنه لتكوين الفرد يحتاج النطة والبيضة لا البيضة واحدة ولا النطة واحدة لازم الأثنين يشتركون بس ما كان يعتقد أنه يعني هو قال أنه يشوفه ووصل أنه لازم أثنياتهم موجودين بس ما كان فهم الآلية بشكل صحيح يعني هاي رأس الخيط وهذه الطلاب واضحة هاي فراغات أنت أقولها بال2016 دورة والخارج القطر قال أوضح العالم فراغ عام 1745 قابل يتبيض بعض الحشرات على النموة يعني هاي عالم وبونيت وممكن يجيك بيقول لك فراغ أوضح العالم فراغ أن تكوين الفرد يحتاج إلى إيش أمشاج ذكرية وأمشاج أنتوية من هو سبالنزاني سبالنزاني هنا يمكن ناقص النون يضيفوها طلاب يسبالنزاني هنا ناس ينوناني ما مشكلة يضيفوها هاي بالطبع الفين أرواع عشر وغالح طلاب يعني ما بها فتشي كل شي بالعكس فتشي كل شي حرك كنت نقرأ قصة يعني كنت نقرأ لغاية يعني شوف العلمات كانوا يشتغلون مو قاعدين ورجل على الرجل مثل ما أنت حضرتك حضرت جنابك قاعد رجل على الرجل وتريد المعدل هو يجيك لا لازم سعي لازم الإنسان يسعى شوف طلاب أي شي بالحياة يعني لازم تسعى عليها إذا تريده يعني بأي شي كان بالحياة يعني مثلا أنت تريد كذا معندل هذا المعدل ما يجي بدون تعب مثلا أنت تريد أنت تريد يصع عندك فلوس الفلوس ما تجيك إذا ما أنت تروح تسعى وتشتغل ومشاريع وآخر مثلا أنت تحب ابنية البنية ما رح تجيك إذا ما أنت تروح تحشوية أهلها وكذا أي شي تريده لازم نسعى عليها فهم العلمات كانوا يريدون تشفون التكوين الجيني شون دايسل فسعوا على هذا وشوفوا لما بالأخير حصلوه فالحياة محاولة وتجربة وسعي المهم الروح قبل لا أروح أنا ممكن أقول لك تكلم عن نظرية قبل التشكيل تذكر لهذه النظرية واضح طلاب واضح هسا نروح للنظرية التكوين التراكمي مهم هاي نظرية طلاب نظرية التكوين التراكم يعني من نسمها نظرية التكوين التراكم وتفترض هذه النظرية أن الجيني تكون من مادة حبيبية داخل البيضة تعاني تغيرات متاحة تدريجين إلى جيني وتنسب هذه النظرية العالم هاي نظرية طلاب شو تقول أنه داخل البيضة أكو مادة حبيبية داخل البيضة هاي راح تعاني تغيرات تدريجية لحد ما تتحول إلى جيني هاي هي هذا معتقد هاي النظرية المنه تنسب هذه النظرية للعالم وورف خاف تيجيك فراغ واضح وتعرف هاجاب الوزاري عرف نظرية التكملي التراكمي من الالفين وسبعة عشر الدور الثالث الجواب وهي نظرية تفترض نظرية تامن وربطة وهي نظرية تفترض أن الجنين يتكون من مادة حبيبية مادة حبيبية داخل البيضة تعاني من تغيرات متحولة تدريجيا إلى جنين وتنسب هذه النظرية إلى العالم مورف خالد تعرف نصر من الكتاب واضح واضح هسا أروح إلى قانون فومبير كل يسهل طلاب وحلو يعني ما يردوشي بس انتوهوا إياي كل يسهل عليكم المحاضرة قانون فومبير فومبير إش قال فومبير لاو قال أنه أشار العالم فومبير إلى أن الصفات العامة الأساسية لأجنة الحبليات يعني الحبليات يعني يصلكم نصف الكائلات اللي أقعدهم حبل الظهري الحبل اللي بالظهر مثل الطيور طبعا مثل الرمية حوال آخر أشار إلى أن الصفات العامة الأساسية لأجنة الحبليات تظهر قبل الصفات الخاصة يعني أنه فومبير اكتشف أن الصفات العامة لأجنة الحبليات فئة الحبليات الصفات العامة راح تظهر قبل الصفات الخاصة مثلا ظهور الحبل الظهري في أجنة الحبليات قبل ظهور الصفات تميز لأنواع أنت من الحبليات مثل ظهور الريش في الطيور يعني يسا أنتم ملاحظين طلاب اللي عنده طيور يربي طيور مطير تشيء اللي شهاته ما تنقبل المطير تشيء يعرفون أنه بالبداية ما يتكون الريش يعني أول شيء أكو حبل ظهري يتظهر الحبل الظهري بعدين مع أيام النمو يعني مع ما يكبر الجنين يلا تقولوا يتكون الريش فإذا الصفات العامة راح تظهر قبل الصفات الخاصة لأجنة الحبليات مثلا طينا المثال ظهور الحبل الظهري في أجنة الحبليات قبل ظهور الصفات التي تتميز إلى أنواع أنت تميز الحبليات مثل ظهور الريش في الطيور وطيور من الحبليات比حب الظهري واضحة أولا بالبداية طبعا هنا دائما بالوزاري يقولوا عرف قانون بومبير أو عرف بومبير يعني أنت تجاوب هاي الفقرة كلها هذا تعريف بومبير جاء بالوزاري أكثر من مرة يعني ثلاث مرات جاء بلوزاري 15-17-19 عرف قانون فومبير أو فومبير تذكر لي من أشارة العالم هاي الفقرة كلها زيان أستاذ يصير يذكر هاي الفقرة هم وياها يصير وان حتى بالمزة مكاتب هاي الفقرة ويا الكوحة يكون تعريف متكامل بالمية وهاي الفقرة يقول يعد العالم فومبير من العلماء الذين قدموا العلم لأجلنا شيء الكثير فهو كان يقارن بين التكوين الجنين في الحيوانات المختلفة يعني شان يسوي طلاب كان يقارن بالتكوين الجنين اللي يصير بالحصان مع التكوين الجنين يصير بالحمار اللي يصير بالحصان مع اللي يصير بالزرافة يعني إذا يقارن التكوين الجنين اللي يصير بين الحيوانات المختلفة يسوي قارن بيناتهم يعني إقارن ما بين التكوين الجنين اللي يصير بالزرافة مع اللي يصير مثلا بحمار الوحش هكذا كان يسوي في دراسة في دراسة ذلك ما يطلق عليها اليوم علم لجنة المقارن الكمباراتف امبريولوجي واضح طلاب واضح فإذا قلت لك عرف قانون فومبير أو فومبير إذا ذكرت لي إهاية الفقرة للطيور فهي صحيحة هذا بالوزارجة يشوف انتبه هاي بالوزارجة قانون فومبير أن الصفات العامة الأساسية لجنة الحبليات تظهر قبل الصفات الخاصة لتلك المجموعة مثلا ظهور الحبل الضاري في أجنة الحبليات قبل ظهور الصفات التي تميز لأنواع تنتمي للحبليات مثل ظهور الريش في الطيور شوف دائما إلى الطيور هذا واحد هنا هم جاء أيضا وين بلل سنتلغ جاي وين هذا السنتلغ اللي جاي بها تبه شوف هنا مرة هم جاي فومبير أيضا نفس الحالة إلى ظهور الريش في الطيور كاتب لبس هذه فأنتبه الوزارج إذا كتبت لبس هذه يعتبر صحيح وإذا كتبت لهاي الفقرة كلها يعتبر صحيح صراحة بالملزمة كاتب الفقرة كلها أفضل هنا ممكن يجيك فراغ يقول لك فراغ وعد العالم فراغ من علماء الذي قدموا العلم لجنة الشيء الكثير فهو كان يقارن بين تكمل الجنة في الحياة المختلفة منهما فومبير ممكن يجيك فراغ واضحة يا حلو واضحة ورجاء اللي تنام ركزوا إياي انتبه انتبه مو وقت نوم وإياي ركزوا إياه حتى المحاضرة صار سهلة عليك رجاءني يعني انتبه شوية أوكي حرق جسمك حرق إيديك يمين يسار التفت شوية على أسفل نشط دورتك الدموية ابتسم عفية شتيدك تسامتك حلوة قربانك المهم أسأل نجي سادسا وأخيرا طبعا حتى نختم بها المحاضرة النظريات التجربية experimental theories النظرات التجربية من اسمها نظريات التجربية إذن هي النظرية التي تعتمد على إجراء التجربة يعني هي نظرات تجربية النظريات التجربية ما يطي نظرية إذا ما يسوي تجربة باش خليش رمي بلز أحمد إيش رمي خاف عشان المي كلش مهم بالتركيز مهم كلش للبشرة مهم كلش إنه ضد تساقط الشعر فلبشرتها تعبانة وليش شعرها دي يوقع نفس الحالة الولد كثر المي وخصان الخضروات انتبهوا لخضروات الطماطع الخيار الكرافس مقدونس كلش تفيدكم الجرجير جدا مفيد الجرجير رائع حرفيا فانتبهوا لصحتكم كذلك التفاح صارت محاضرة مع الدايت المهم نظريات التجربية وهي النظرية التي تعتمد على إجراء التجربة في تفسير ظاهر التكميل الجين يعني هذه طلاب نظريات التجربية من اسمها يعني هاي النظرية لازم تعتمد على تجربة مو والله شو من شان لأ نظرية تنسوي تجربة وبعاديا لتوصف التكميل الجنين فهي النظرية تعتمد على إجراء التجربة في تفسير ظاهر التكميل الجنين واعتبر العالم روكس اللي هو موارد 1888 أكبر من 100 سنة آني 1998 هو اكتشف اكتشفت شاء الله سارح نعرفه وانا اكتشفت السهل الممتنع الله المهم هو أول من قام بتجربة على بيضة الضفدع العالم روكس أول من قام بتجربة على بيضة الضفدع في مرحلة التفلج الأول شنو معنى التفلج التفلج يعني انقسام هسا احنا نقضى إن شاء الله بدروس جاية التفلج تعرف التفلج طبعا قسامات احتيادية أو سلسة من انقسامات الاتيادية المهم التفلج الأول كانوا دي نقول لنا القسام الأول طبعا قسام احتيادي من أقول لك تفلج أول كأنه خلي بناء لك انت كفهم إنه من أقول لك تفلج أول يعني انقسام احتيادية أول ففي مرحلة التفلج الأول سوى طبعا سوى بيضة الضفدع في مرحلة التفلج الأول يعني من مراحل التفلج في بيضة الضفدع قام بقتل أحد الفلجتين شنو معنى للفلجة طلاب الفلجة شوف انتبه طلاب هاي البيضة المخصبة مال ضفدع البيضة طبعا هي مراحل التكوين الجنين هي مرحلة التفلج بيضة المخصبة مال ضفدع راح يصبح بها مرحلة التفلج طبعا التفلج أول ثاني ثالث يعني هي سلسلة من الانقسامات الاعتيادية تصير مجموعة كبيرة من الخلايا يعني تمر مرحلة من تفلج أول تفلج ثاني تفلج ثالث تفلج رابع وإلى آخر فكل التفلج هو يعادل انقسام اعتيادية فمرحلة التفلج الأول كأنه ده أقول لك انقسام اعتيادية أول زين هاي الخليا من يصير به انقسام اعتيادية أول شي صير من عفية صير خليتين جاي سوى روكس جاب إبرة ساخن اللي هي هاي الأبرة إبرة حارة كلش محمىها عالطباخ وجاء شو سوى بيها فقص الفلجة أو خلية من الخليتين اللي نجو من التفلج الأول أو فلجة من الفلجتين شوف هاي الفلجة فقط يسوى دخل الابرة بيها واضح انتبه يسوى العالم روكس على بيضا تضضع في محل التفلج الاولى وذلك بقتل احدى الفلجتين الناتجتين بابرس اخينا شوف بيضا مخصبة صار بيه تفلج اول كونتلي الفلجتين يسوى قتل فلجة من هاي الفلجات بابرس اخينا يلاحظ شه السنتج السنتج ان الخلية المقتولة هاي الخلية المقتولة اثرت على عمية تكوين الجنين للخلية الاولى حيث تكون الجنين ناقص التكوين شوف انه هذا الجنين اللي تكون نصه ميته نصه حي ليش لانه انقتلت فلجة من الفلجات واضح طلاب كل بساطة هاي العمية طبعا للاطلاع تسهل عليكم من الحفظ حفظ الموضوع طلاب واضح طبعا هنا شين مكتوب طبعا الخلية الاولى هي الخلية الاخرى طلاب هاي مكتوبة يمكن بالمزمة اثرت على عمية تكون الجنين للخلية الاخرى هي المفروض انكتب الاخرى مكتوبة الاولى فصحة حروحها هي الاخرى انتبه لها طلاب هاي بالمالزمة نسخ 2024 اعتقد مكتوبة الاولى فبس مجرد اكتب الاخرى واضح طلاب واضح زيان بعد ثم يقول لك بعد هاي التجربة اللي سواها العالم روكس دخل علم اللجنة مرحلة علم اللجنة التجربة طلاب هنا عندي تعريف نظريات التجربية جاب الوزاري عرف النظرية التجربية تعريف نظرية التجربية تقول وهي نظرية تعتمد على اجراء التجربة في تفسير ظوهر التكوين الجنيني والعالم روكس اول من قام التجربة على بيضة الضبطة في مرحلة التفلج الاولى وذلك بيقتل احد الفلجتين الناتجتين بغبرة ساخنة فلاحظ ان الخلية المقتولة اثرت على عميد التكوين الجنيني للخلية الاخرى حيث تكون جنين ناقص التكوين واضح طلاب واضح زيان زيان ثم يقول لك انه هاي التجربة ادت الى دخول علم الاجنة علم الاجنة التجربية الذي هو يعني خلي نقوله بحد ذاته علم الاجنة التجربية ما هذا الى اكتشاف ظاهرة كلش مهمة اللي هي الامبريونيك انجكشن او التحريض الجنيني طلاب كلش مهم انتبهوا ايايا هاي الظاهرة طلاب ضاهرة التحريض الجنيني اكتشفت في الثلاثينيات من القرن الماضي والتي تعني قابلية شنو معناها والتي تعني قابلية نسيج معين الى التمايز يعني الى التحول الى التغير بعد السلامه اشارات تحريضية شوف تحريضية تؤهله الى التمايز قلنا التمايز انه تحول او تغير يطيك مثال حدثتهم مثلا التمايز الحاصل في خلايا نسيج الاديم الظاهر طبعا خلايا الاديم الظاهر الاديم الظاهر هو نسيج احنا قلنا قابلية نسيج معين الى التمايز اخذ منه مثال نسيج الاديم الظاهر إنه خلايا راح تتمايز بعد استلامها الإشارة المحارضة من النسيج الواقع تحتها طبعا نسيج الواقع تحتها هو النسيج الأديم المتوسط الباطن هذا الأديم المتوسط الباطن راح ينطي إشارة تحريضية منه الخلايا الأديم الظاهر اللي صار يرفوقه فيتحول الخلايا النسيج الأديم الظاهر إلى صفيحة عصبية شوف تحولت تغيرت من خلايا الأديم الظاهر صارت إلى صفيحة عصبية اللي لاحق نيشة منها الجهاز العصمي من اكتشفها يا الظاهرة العالمان سبيمان وهيلدا مانكولد واضح أعيد التحريض الجنيني تعرف كل شو مهم بالوزارة تعرف مهم الامبريونيك انجكشن تعرف مهم انتبهوا ايايا التحريض الجنيني هاي الظاهرة تشوفوها وين في الثلاثينيات من القرن الماضي شنو معناها شنو يعني قابلية نسيج معين إلى التمايز يعني إلى التحول بعد استلامه إشارات تحريضية تؤهله إلى التمايز زيان أريد مثال حتى نفتهم المثال التمايز الحاصل فيه خلايا الأديم الظاهر الأديم الظاهر عندي هو نسيج خلايا هذا النسيج اللي هو خلايا الأديم الظاهر رح ايش تتمايز بعد استلامه إشارات محارضة من منه من النسيج الواقع تحتها من النسيج الواقع تحتها والأديم المتوسط الباطر رح يطيها إشارات محارضة فتتحول خلايا الأديم الظاهر إلى صفيحة عصبية ينشى منها الجهاز العصبي وقد شفت هذه الظاهرة من قبل عالمان سبيمان وهلدة ما أكلت هاي فراغ أنه ظاهرة التحريض الجنيني اكتشفت من قبل عالمان فراغ وفراغ بس لتنفصل انتبهوا لي واضح طلاب واضح زيان عرف ظاهرة التحريض الجنيني وينها بالله عرف ظاهرة وين الظاهرة أين ذهبت ظاهرة التحريض الجنيني المهم أعتقد هي هذا الجواب طبعا خارج القطر 2019 دورة ولهذا التعريف 2019 دورة ولخارج القطر طبعا تفرل الجواب من المنضجي لكن الجواب راح أطيكي من الملزمة وهي ظاهرة اكتشفت في ثلاثيانات من قرن الماضي والتي تعني قابلية نسي جمعين إلى التمايز بعد السلامي إشارة التحريضات وأهله إلى التمايز مثلا عطيني مثال عن التمايز أو عن التحريض الجنيني التمايز الحاصل في خلايا الأديم الظاهر بعد السلامة إشارات المحرضة من النسي الواقع تحتها وتحولها إلى صفحة عصبية ومن اكتشفها الظاهرة العالمان سبيمان وهيلدا من كولت واضحة طلاب واضحة هذا تعريف كلش مهمة حفظه لي زيان أعطي مثال عن التحريض الجنيني هذا المثال قدامك زيان أي سؤال بال2017 دورة خارج القطر أي عملية تحصل بعد السلام الأديم الظاهر إشارة تحريضها من الأديم المتوسط الباطن إحنا قلنا نعرفه الأديم الظاهر صار فوق الأديم المتوسط الباطن فإذا هذا النسي السلام إشارة من النسي الواقع تحته هاي عملية نسميها أي عملية نسميها التحريض الجنيني شوف جواهي مركز الفحص تسبهوا يا أيا أي عملية تحصل بعد السلام الأديم الظاهر الإشارة تحريضها من الأديم المتوسط الباطن شوف تقول للتحريض الجنيني واضحة طلاب واضحة زيان بعدين يقول يقول لذلك أجراء تجارب عجلة على أجنة الضفادع طبعا سبيمان وهلدا مانكود يعني سووا كثير تجارب على أجنة الضفادع وحصل سبيمان على جهاز نوبل عام 1935 30 ينة القرن الماضي النتيزة تجارب هي هذه بعدها أخذ الباحثون يولون الكيمياء الحيوية والكيمياء الفيزيائية اهتماما خاصا في تجاربهم وعند نقل علم الأجنة التجريبي إلى مستوى الجزيئات فظهر علم الأجنة الجزيئي طلاب هنا يساوا بدأوا العلماء يدخلون الكيميا والفيزيئ بعلم الأجنة فنقلوا علم الأجنة من علم الأجنة التجريبي إلى علم الأجنة الجزيئي الموليكيولار امبريولوجي زيان عرف علم الأجنة الجزيئي تعرف كلش مهم عرف علم الأجنة الجزيئي تقول هو العلم الذي يفسر ظواهر التكوين الجنيني استنادا إلى دور الكيمياء الحيوية باستخدام أجهزة خاصة وكان المجرى الإلكتروني الإلكترونيك مايكروسكوب أهمية خاصة في ذلك هذا تعرف علم الأجنة الجزائي انتبهوا لي علي يحفظوا لي مهم وسهل أسنع نجي للفقرة الأخيرة اللي بيها ثلاثة تعاليل وزارية كلش مهمة وكلش سهلة ما يراد إلى أي شي المهم يقول لابد من الإشارة إلى أنه في الوقت الحالي يمكن قبول نظرية التكوين المسبق يعني حاليا نحن نقدر نقبل نظرية التكوين المسبق علل لماذا علل في الوقت الحالي تعاليل وزاري في 2016 دورة الخارج القطر يمكن قبول نظرية التكوين المسبق علل ذلك شا تقول وذلك بسبب اعتبار أن جميع المعلومات الخاصة أو على اعتبار جواب على اعتبار أن جميع المعلومات الخاصة بتشكيل جين محددة سلفا ومحمولة في الحام ظننا من رايبوزي منقوس الأكسجين الديني فعلا نحن نعرف أنه المعلومات الوراثية والشفرات الوراثية اللي رح تحول البيض المخصبة إلى كائن شبيه بأبوي هو كلها موجودة داخل الديان اي عجينات تحديدا لذلك إحنا نقدر نقبل نظرية التكوين المسبق فجواب مركز الفحص كان كالآتي ليش في الوقت الحالي ممكن قبل نظرية التكوين المسبق الجواب لأن جميع المعلومات الخاصة بتشكيل جيني المحددة سلفا ومحموله على الحامض النووي الرايبوزي منقوس الأكسجين دي اي وأضحطوا اللابة أضحى زيان عندي تعليل للاخ ثم يقول وكذلك يقبل نظرية التكوين التراكم يعني ناس إحنا قبل نظرية التكوين المسبق وعرفنا ليش كذلك ممكن قبل نظرية التكوين التراكم زيان ليش على اعتبار أن أعضاء الجنين المختلفة تتكون بطريقة تراكمية أو بالتدريج فعني تعليل علل في الوقت الحالي يمكن قبل نظرية التكوين التراكمية علل 2019 دور ثالث الجواب على اعتبار وذلك لأنه أو ذلك لأن أو بسبب اعتبار أن أعضاء الجنين المختلفة تتكون بطريقة تراكمية أو بالتدريج هذا جواب مركز الفحص الجواب يمكن قبول نظري التكوين التراكمي على اعتبار أن عضاء الجنين المختلفة تتكون بطريقة التراكمية وبالتدريج هذا جوع مركز الفحص وهذا طلاب واضح زيان عندي جاء تعليل بالـ 2016 دور ثالث خارج القطر في الوقت الحالي أي نظريتين تقبل في التكوين الجنيني التكوين المسبق أم التكوين التراكمي وضح ذلك يعني احنا بالوقت الحالي يا نظريات ممكن تنقبل التكوين المسبق لو التكوين التراكم راح تقول لي كلاهما كلاهما يمكن القبول بهما وتذكر السبب فجواب كالآتي في الوقت الحالي يكون قبول نظريتين تكوين المسبق على اعتبار أنه شوف أنه أول شي تقول لحنا نقدر نقبل نظريتين تكوين المسبق وتذكر السبب ثم تقول وكذلك يمكن قبول نظريتين تكوين التراكمي أيضا تذكر السبب وبس والح طلاب واضحة كالعادة طلاب احنا طبعا نجهة محاضرتنا فكالعادة نهاية المحاضرة راح تكون أهم الأسئلة اللي تخص المحاضرة في أمان الله